مشاهدين من حقيقكم بهذه الحلقة الخاصة من برنامج هنالنحكي من منصة تهونة لبنان مع سيادة المطران بولوس مطر طبعا في هذه الحلقة سنتطرق إلى التطورات المحلية التي تحصل ولسيما ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي ومجمل الأوضاع الداخلية ولسيما أيضا في ظل الدور الذي تحاول بكركي أن تلعبه من أجل تأمين انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن وإنهاء الشغور في منصب الرئاسة الأولى أهلا وسهلا فيك سيدنا الله معك أهلا وسهلا يعني بداية وين صارت المبادرة التي تقوم فيها بكركي هل هذه المبادرة أصبحت على خواتيمة ممكن نصل على اتفاق على بعض أسماء مرشحين أو أنه لا الأمور لم تصل إلى أي نتيجة تذكرة المبادرة بلشت وطنية سياسية محاولة جامع الشمل الاتفاق على مرشح مرشحين من شين يكون لدينا رئيس جمهورية بيظهر أنه تعرقلت على المستوى فكر سيدنا البترك أنه يروح على المستوى الروحي بالأول والضميرة أنه أنتو يا نواب الأمة على ضميركم انتخاب الرئيس كلنا بنعرف الوضع الزري اللي وصلنا له الشعب مش عم يقدر يتحكم مش عم يقدر يأكل مش عم يقدر يروح ويجعل بنزين المدارس مضروبة المستشفيات مضروبة البلد عم ينهار طيب شو ناطرين إذا ناطرين اتفاق العالم كله مع العالم والحروب توقف كلها سوى تحت النشي رئيس لبنان بيضلش فيه لبنان فكره غبطه يحرك الضمير الوطني ويكونوا كلهم موجودين يحكوا مع بعضهم مشين نوصل إلى البدنية تتذكر أنه قبل الطائف نحنا كان في عنا احترام كل للمهل الدستوري حتى بعض مرات اضطروا يجيبوا النواب تحت الرصاص صحيح طيب يفوتوا على مجلس نيبي أصر منصور وغيره منشان ما نهز الشرعية اللبنانية والمهل الدستوري تكون معترمة بعدين فلتت الأمور ننطر ستة شهر وثمانتة شهر وسنتين وسنتين ونصف مهل هذا شي ضد الدستور يعني بتحط مصلحة البلد كرمها لمصلحة مرشحين ما بيش وزنش هذا منهايك يعني وصلنا على الخط الأحمر سيدنا قلت أنه المبادرة تعرقلت على الصعيد السياسي هل هذا بيعني أنه لا على الصعيد جمع النواب كلهم سوا لا يحكم الرئيس بيظهر أنه صار في شروط وشروط مضادة وبعدين يمكن الناس ما يجوا يمكن لما أخذ المطرق على مستوى الروحي مستوى الروحي هذا الشغل ما هل يقدر يقول لا نستفيد من الظرف حتى نقدر نحكي وطنياً بس ولكن بعد البحث مستمر مع الفرقاء المسيحيين وغير المسيحيين بأنه بعدة أسماء لنشوف إذا بيصير فيه اتفاق على البعض منهم طبعاً طبعاً ومبدئياً بتاريخ الرئاسات اللبنانية ولا مرة كان طايفة وحدة تستأثر بتعين الرئيس هذا عمل لبناني كان المسيحيين والمسلمين يشتغلوا سوا لحتى يوصلوا الرئيس لبرونيا طبعاً مع التأثيرات الخارج تتذكر أنه الرئيس فرنجية ذاته لما ترجع الرئيسة سنة السبعين بأعتقد كان اللي دعمينه الكبار صائب سلام وكامل الأسعد بعدين رئيس شمعون كان فتى العروبة الأغرب اللي منوصل على الرئيسة رئيس شهاب اشتغلوا رئيسة كرامة والكتائب ولا مرة كان فيه أنه طايفة قبل طايفة هذا الشيء نحنا العمل الانتخابي لرئيسة جمهورية وعمل وطني بدنا نحكي مع بعضنا كلنا سوابها القضية حتى وما ضروري كما بتعرفوا ما ضروري أنه وصل إلى رئيس واحد أو تزكي إذا فيه تزكي وما أحد ترشح إلا واحد بدني كلنا بيعلموه بس إذا ما فيه تزكي فيه ثلاثة فيه ثلاثة مننتخب يوم كم اسم عم تطرح بكركيا بالمبادرة بكركيا ما عم تطرح البطران بو ناجم عمل برمي على الرئيسة وعلى المسؤولين وعطيوه أسماء بس بكركيا مش هي بنا تتبنى الأسماء بكركيا البطرق ما بلاقي رئيس البطرق بقول وصلنا هالأسماء وديها 11-12 يمكن يسيروا 15-16 أنتو يا نواب أنتو بلكنت تخبو دبر أموركم قبل ما توصلوا على المجلس وشوفوا شو فيكن تعملوا بس مش بكركيا بنا تقول بدي فلان مش شغلتها بكركيا تقول بدي فلان بكركيا ما عنده مرشح لفضل مش شغلتها مش يعني أنا بدي البطرق هيدا مروني وهيدا مروني وهيدا ناقوا أنتو مين بدي يختار مش النواب برونين تخبو شغولات مدرسي عايب تقول للنواب بشبركم تنتخبو بغطريقة هيدا وبغطريقة هيدا مسؤوليتهم يحملوها ولا يلغوا مجلس نيابي نقول في مجلس مثلا رئاسي حكماء لبنان بيحطوا رئيسة بنان يعني سيدنا برأيك توصل هالمبادرة إلى نتيجة ما عنا حل إلا ما نقول توصل أو لازم توصل لأنه نحن ما عنا أي طرف لا طرف الوقت ولا طرف اللعب ولا طرف الانتظار أو التدخل الخارج نحن تعرف العالم اليوم مشغول بحرب أوكرانيا مشغول بالتحالفات الكبرى بين الصين واليابان والهند والروسية وأمريكا وأوروبا وبين الخليج العربي نحن مش أولوية بالنسبة للعالم بعد ما أقول لك ليش العراق دبر حاله العراق دولي مثل شكل حكايتنا مقصومة وفي عندك سني وشيعة وأكراد وغير وغيريته في تأثير إيراني التأثير السعودي انتخبوا رئيس وانتخب عمله حكومة ورئيس الحكومة لما نعمل مؤتمر عالمي إجا الرئيس فرنسي للمنطقة للسلام قالوا انتركونا إبني دولتي ليش بالعراق مسموح وانا مش مسموح شو الفرمان لبنان والعراق مش حرام لبنان يصير في هكذا الطريقة هاي دي طيب في كلام للرئيس برد تكرر قبل بمرة واليوم كمان بيقول فيه انه المعضلة الأولى هي عند المسيحيين تحديدا عند الموارن مش عميقدروا يتفقوا على مرشح أو مرشحي مش معضلة هاي دي الشي طبيعي انه في عند الموارنة متنافس لانه الرئيس مرونة صحيح بل نتنافسه نحن نحن مش ندد التنافس فليكن الأفضل نقل الأفضل يعني المش دروري الموارنة يقولوا يقولوا عنا بس هاي دي الرئيس يعني يعني مش مضبوطة يعني برأيك اليوم لازم يندع على جلسات لانتخاب رئيس جمهورية اكيد لازم يندع نحن عم نطرح دايما طريقة للكنيسة تستعمله انت خياب بطرك انت خياب مطران انت خياب بابا نحن منجتمع منسكر البواب ومنصوت أول مرة تاني مرة تانية مرة عشر مرة خمسة عشر عشرين مرة لا يطلع البطرك لو يطلع البطران لانه لانه منتشاور بين جلسي وجلسي بين قبل الظهر وبعد الظهر حتى نوصل إلى نتيجة المجلس النية بالاميركي بقيوا عشر تيجين لحتى نتخبوا رئيس مجلس النية بي بي اميركا اه اه والله غير بتروي بتمشي بعض الأمور ليش نعملش نحن يعني نحن نريس بكو عن جلسات مفتوحة شو عليا معلوم شو عليا شو عليا شي غير هيك اكير كل شي ملح ويمكن بعض مرات بدك تضطر تعمل جلسة وزارة او جلسة نيابية بس فيه الاحمن انت خياب الرئيسة جمهورية لحتى تنطنين المسائل نصير عندنا حكومة قادرة نهتم بامورنا نرفع المشاكل اللي نحن موجودين فيها نمشي التعافي شو عليا ابدأ من ايك فيه ابدأ من ايك ترقية من هون ومن هون بس اذا بدك تنشي الملد واحد بده عملية قلب مفتوح بتسوي له اجره بتسوي له اشياء السنوية بجسمه او بدك تروح لالاخر للقلب المفتوح فيه اولويات يجب ان ننتخي برئيس هاي دي اولويات الاولويات طب اليوم كمان فيه فيه بالبلد انه يمكن حزب الله بيقلك انه انا او بيجي رئيس متل مبادة او ما فيه انتخابات رئاسية هاي دي هاي مش ديموقراطية انا بقول نحنا منخضع للانتخابات واللي بيطلع بيطلع هاي فيك تقولها هاي دي ولازم تقولها بعطيك بفرنسا فرنسا في اقصى اليمين ضد ماكرون للاخر واقصى اليسار ضد ماكرون للاخر انتخب ماكرون قبله الكل ما حد قال انا ما بيقبل الرئيس الا الا انا ميلانشون ما بيقبل رئيس كيف تقولها هاي دي نحن بلد ديموقراطي نحن قلنا رأي وغير قلو رأي وفيه سندوب يحكي كيف تحلى غير اليموقراطية كيف تحلى بعدين مين رحق يخون الثاني نحن لبنانيين كلنا سوا الرئيس بده يترشح سقطه بالانتخابات بس بتقوه بدي شيء مسبقا لا باسم شو فيه اوصاف تطلق على مرشحين انه مثل مرشح تحدي يعني مثلا فريق حزب الله يطلق على نائب ميشيل معوض انه هو مرشح خلني نقل لك خلني نقل لك كمان مرشح تحدي تحدي شو رئيس جمهورية شو عنده صلاحيات طي تحدي هو اه اكيد بده يجمع لبنانيين بده يعطي التوجيهات بس مش الحكومة هي المسؤولة صحي فازن شو خص رئيس جمهورية لا بده يكون مرشح رئيس جمهورية ومرشح بده يجمع لبنانيين دي واش بيته فيك التصائط اللي بدك ايه وتنجح بدك ايه بس انه تنفي فلان بده يشيه تحدي وبرك غيرك بده يجمع لبنان نحنا عم ننتغي برئيس جمهورية يجمع تأكيد وانا مع رئيس بري قدر نيلويا رئيس يجمع ولا يفرق رئيس عنده حيثية طائفية وعنده حيثية وطنية وحيثية اسلامية نحنا كلنا هاي الاشياء منيحة بس ما نحط فيتو ما بيه فيتو بس فيه فيتوات يبدو كمان خارجية عمور الشحي ما فيه ما حد انه حق يعمل فيتو ما فيه فيتو ترامب ما عملوش فيتو عليه هلا بلا كيف الا اذا في مشاكل دستوري او في قضائي الاسم حلا واحد محكوم الى غيري هاي اوكي بس انه فيتو سياسي على مرشح لبناني وكيف كيف باسم مين واتم كمان تجيب دوار بتقولك انه انا بقدر ساعدك اذا كان فيه رئيس جمهورية ايه بس انت ساعد انت تستعمل تستعمل انت مصلحتك ليش فيه شي دولي بالعالم مننا بيساعدونا بيقبلوا حدا يدخل بشؤونهم كل انسان عنده مشاكل داخلية نحنا منحل مشاكلنا الداخلية ونحنا اي رئيس بيجي بيعتقد انا بده يوجه الحكومة هي بتحكم افضل العلاقات مع الدول العربية طبعا مين بدهش افضل العلاقات نحنا ومنرينا نحنا نحنا تعرف بالطائف او قبل الطائف ب43 قلنا لبنان زو وجه عربي يعني مشكولة شوية باتفاق الطائف قلنا نحنا لبنان دولة عربية والبابا بيقول اندرجوا بالعالم العربي انتوا عندكم رسالة مش بس جايق داخل لبنان رسالة حوار الاسلامي المسيحي هي رسالة لكل الشرق العربي نحنا ما فينا ننعزل عن العرب لا فكريا ولا سياسيا ولا حقوقيا ولا اقتصاديا لاش نحنا وين عينانا بظهرنا يعني لا يكون الدنيا عم تتغير كمين حوالينا طب سيدنا اليوم هناك من يربط بين مصير الاستحقاق الرئاسي في لبنان والاتفاق السعودي الايراني لا 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 نتعودناك لا بك تكسرها هالعيدي هايدي يعني مع الاسف ما ولا مرة ما نفكر بمصطحة لبنان مصطحة لبنانية العليا انا كنت بامريكا وقت لبودريجي اوباما بيقلك شوفار التاكسي هالبلد بعيوزي كذا 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 هالبلد مش الطايفي هالبلد لبنان شو عاوز هاللي هادا الحوار شو عاوز لبنان والده حق نحنا مصير بلاد نقنرره نحنا مين بدو نقنرر المصير ده يعني لازم ايه ممرة على الليل سهراء و ايه نحنا اللي بنبلغ سن الرشد ايه مو علاج شو بعرف ديه ميطلعش معاو حق بالاخير لا ليش نطرين مين نطرين شو نحنا مش بتعلمين معنا زكا معنا امكانيات معنا عمنا نجح بالدني كله وعم نساهم قداش فيه رؤس اللبنانية بالدول برة بالبرازيل طالع رئيس طب سيدنا كيف السابير يعني للخروج من كل هذه الازمة عم نعاني ازمة سياسية عم نعاني ازمة اقتصادية مالية معاشية مبارح كانت المظاهرات هون وشفتها الانباعدين بطالبوا الليرة تتدهور انا بعد اللقاء المباشر بين الاطراف بفيد الحوار اللقاء المباشر حوار يكون على صعيد من شخص لشخص من حزب لحزب من احزاب لحزاب بوجه بوجه كله بنحل لانه ازا بقيت انت بعيد وتتصور الاخر مدري كيف وشكل مدريش عم بفكر شي واذا عدت انت وياه متل انه وياك لاني قاعدين هذا شي ثاني بس اليوم مبقى فيك تكرر التجارب السابقة مثلا بالحكومات السابقة الحكومات السابقة كانت حكومات ما قدت الى نتيجة نحنا ضد انه حكومة تقتصر المجلس النية بانه غلط نحنا في فهم خاطئ لما يسمى التوافقية وديمقراطية توافقية او المثاق الوطني المثاق الوطني يوضع مرة بس نحنا اخدنا اقرار نيش مع بعضنا مسلمين ومسيحيين هذا لبنان بس البقوي بدك دستور كل موجبات المثاق الوطني تفسر بالدستور مش استنسابيا عظيم اليوم في كتير دعوات للفيدرالية للمركزية الإدارية والمالية حد اقدم مشروع للمجلس نيابي مركزية منصوص عنه بالطائف اخي هلأ بالمالنار بالأرض اذا النار والعينة والبيت راح يروح بتتعاطي اي اميز بك تلبوس ضبطوا البلد بالأول خلوا يعيش بالأول مشوا الرئيس عملوا خطة تعافي يكون معنا الليرتين اذا ما عكش لي رشده شو فيك تعمل انت بحياتك عم نعمل غلط اول شي بدك ترفع الضرر وتوقف المصايم بعدين بتحكي بالالتلاتين بيقولوا بريموم فيلوزوفاري فيفري بوستيا فيلوزوفاري بالأول بتعيش بعدين بدت فلسفة نعم بدت فلسفة بما نعيش كمان سيدنا اليوم في شكوى كمان من 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 انه السلطة القضائية انه السلطة القضائية كمان يضغط علي السلطة القضائية متحللة هذه السلطة القضائية من المرفع ما فيك ما فيك اذا نهار الوطن ونهار الرئيس من الفوق اي شي تحت الرئيس يظل مصبول بالباو مع الوقت باش رايبق اشي السمكة تهري من رأسها تهتري الارزي بتي بس من رأسها الدرج بيشطف من فوق نزل ما فيك انتي تقص الرئيسي وحكومي مش مش حكومي وذلك اللي شي مطرحه مين وامل سيرا بيت اذا راح البيت وفيش سلطة وشو مثلا فيه ولد فيكش تنقذ القضاء وحده او الامن وحده او الجيش وحده اللي عم ننقذ الجيش بمساعدات مئة دولار ومئة دولار هادي الشغلة دا هاك بدو يكون الوطن اللبناني وقت اللي الاردن عندو جيش طويض عريض وعم ينتقدو لقائد الجيش كيف عم يعمل هال لا حرام اذا ما عمل لهيك طيب اذا فل العسكر راعة بيته شو بتعمل الامن كل مظاهرات شو بدو يصير فيها ما بيصير اشي هاد طيب هل يجوز كمان استخدام القضاء بالسياسة متل ما بيصير بقضية المرفق او بغير اضاير انا عمل لك بيجوز هل يجوز ان يكون لبنان بغير رئيش جمهوريه مم ان يكون بحكومة مش حكومة معقولي هاي اللي شغلة تحقيقات المرفق في فوق الميتاني دينة مخربتة دينة مخربتة مم ما فيك تطلب من قاضي يعمل كل واش بيته واجرته بالكارة كفي خبز واليوم في نايب كمان اخدينه على القضاء نايب زياد الحواط بتعرف خلي قضاء يشتغل المحافظ الباع انا ببض اجرتي قل من نازح السورة هاي مزبوطة مسموح هاي لزيلك بدنا نبلش من الاولة انتخاب رئيس حكومة فاعلي خط التعافي سنتنا ثلاثة نرجع من بحالنا وبشغلنا بعدها من جوكي بدنا نطور بلادنا هلا بدنا نطور بلادنا ونحنا بالارض برأيك ايه يعني اللي وصل البلد اللي هاو بيقدر ينجذوا بدنا جيل جديد بدنا بالجيل جديد ما على الاسف يعني نحنا ليك رئيس فرنسا قديش عمروه خمس واربين سنة عم يجدد مجدد مرتين كندي صار رئيس بثلاثة واربعين كميش عمعوهم بثنين وخمسين كلهم اجوا يعني اغلبهم اجوا بعز عطاءهم وكل شي طيب يعطيهم العافية يقولون ما على شي بدنا نغيب لنا جديد ما نفس عمل تجديد عنا شباب قادر عنا شباب قدران يعمل بعد الاسف نحنا الخوف اللي بياناتنا والحذر والطائفية وكل شي خلت انه زعمان يلقطوا القصة والتقليدين يرجعوا هني زيتهم صار في شوية تغيير باركي مرته غير بصير اكثر يعني حل برأيك يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية طبع طبعا وبعناه بتصير كل المعالجة طبع طبعا طبعا ساعتها بتعالج الوضع الاكتصالي كل شيء بتعالج القضاء عنا اربعمائة الف بيقبطوا من الدولة صحيح يبقى نعاوزين ميتان الف انا اجيتني فكرة مرة انه باركي من ودي ميتان الف على القطاع الخاص واجرتهم من زيدة بنعطيه له ديك ميتان الف بصيروا يشتغلوا اكتر بيبجي الحال اما هيك يعني دولة مش دورة تحل مشاكل اجتماعي بالتوظيف الامور الاجتماعية بتحلها بتعطيه مصاري بتعطيه غير طريقة بتخلق معامل شغل انا عمشتغلوا بره ولادنا الهجرة عم بتزيد اذا اشتغلوا هون ودوا بضعاتهم لبره مش عسمي فلوا اني ما في رؤية بدأ بدأ اول شيء عاقلنا براسنا هلأ المسلمين فاتوا برمضان الله يكون صوم مقبول احنا عم نصوم لعيد الفصح عيد التجديد وعيد النظر للمستقبل الانسان الجديد الوطن الجديد ان شاء الله نستفيد من الظرف هذا لحتى نحط عقلنا براسنا ما حدا ان لم تساعد نفسك لن تساعدك السماء شكرا لك سيدنا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك وشكرا لكم ايضا مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء